بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيك عزيزي كما يقول أخبتنا المصريين توحشتك قدا يعني إلك إلك وحشي صديقي شوف مكملين في سلسلة غرفة عمليات مختبر الاختراق عنا اليوم ماشين عبارة عن سيناريو لموقع يمشي بنظام نظام إدارة مثل وورد بريس مثل غيرها من الأنظمة مثل جوملة وغيرها من الأنظمة اللي قمنا باختبار اختراقها وهذا اللي أنا شغال عليه هاي الفترة وأكيد أنت لحظت هذا الشيء النظام اسمه بولت والماشين أيضا اسمها بولت اللي أهم من هيك أنك تركز عليه هذا الفيديو فيه بنهايته مصابقة رح تقولي استاذ سيف المصابقة على إيش قد تكون أنت لسه جديد عنا على القناة فما بتعرف المصابقة على إيش في البداية أنا مستشار أمن سيبراني ومدرب في المجال من أكثر من ثمان سنوات أنا مؤسس شركة سيكشتاين سيكيوريتي للاستشارات والتدريب في هذا المجال بقدم مجموعة من الكورسات المهمة والمطلوبة جدا في الوطن العربي كورس اختبار الاختراق المتقدم اللي بيعلمك كيفية اختبار اختراق السيرفرات مثل الموجودة في البنوك والشركات بحيث تشتغل في المجال كعمل حر أو كموظف دورة اختبار اختراق تطبيقات الويب بتخليه قادر أنك تشتغل كمكتشف ثغرات في المواقع واللي دائما بفضل أنك تشتغل فيها كعمل حر دورة اختراق الجوال العنوان يتكلم عن نفسه ودورة جمع المعلومات والاختراق بطريقة الاستخباراتية هاي خليها مفاجأة لما تتواصل معي إذا حابب تشترك في أي دورة من هذه الدورات أو جميع الدورات بإمكانك الآن تتواصل معي واتساب أو تيليجرام أو على أي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا الموجودين أسفل الفيديو في صندوق الوصف تمام؟ وطبعا هاي الدورات قيمتها بدون خصم ما يزيد عن 1500 دولار إذا أنت ما بتتملك الماديات اللي تخليك تشترك في هيك دورات ركز في فيديو هذا في فيديوهاتنا القادمة لأنه أول شخص بحل التحدي أو المصابقة اللي موجودة رح يحصل كل دوراتنا بشكل مجاني انتهينا من المقدمة بولت أو بولت ماشين على المسرح ولكن بعد الإنترو طيب عزيزي كما تعودنا أول شيء منقوم فيك العادة منكبر لك التيرمينال لأجل عيونك الجميلة أوكي؟ كأنه كتبنا الباسورد بشكل خاطئ أوكي ما في أي مشكلة الآن كبرنا التيرمينال إنما كما تعودنا لا نعودكم دائما طيب الماشين آي بي هذا هو اللي هون بدنا نقوم بعملية فحص لنتأكد إيش عنا؟ يعني خلينا نحكي بورتس مفتوحة إيش عنا مشاكل إيش عنا أمور تمام؟ نأخذ حبة الدواء حبة وجع رأس يعني ما فيش يثير القلق عموما هذا سيف فكر حالك أغضم الساهر يعني الجماهير راح تقلق على صحت تمام ما في أي مشكلة آه أستاذ العزيز قمنا بعمل للماشين لدينا مجموعة من الأسئلة نشوف إذا في ويب سيرفر أوكي الويب سيرفر شكله على بورت آخر انماب يا انماب استعجلي معانا شوي ما أعتقد راح نحتاج انيوميريشن في عندك مجموعة أسئلة البورت اللي شغال على الويب سيرفر جميل يوزر نيم و باسورد لازم يكونوا موجودين على الصفحة أو على الهوم انماب يا عزيزتي انتهي من الموضوع أوكي اثنين لثلاثين بالمية من الفحص انتهى ما في أي مشاكل تمام ايش من الأمور اهيرو از انليشت أوكي ما في تفاصيل زيادة طبعا هاي من الماشينز السهلة ولكن انا قلت لكم ماشي معكم على سلسلة يعني حاليا اختبار اختلاق السمسز و غيرها من الامور أوكي اعتقد بعد كل هالكلام عديم الفائدة اخيرا انماب انتهت جميل جدا تعال نطلع نشوف ايش في عندنا بورت اللي اس اس اتش مفتوح تمام بورت ثمانين مفتوح عليه اباتشي ولكن بورت ثمان تلاف بي اتش بي اوكي اعتقد الويب سيرفر موجود على هذا البورت تمام خلينا نجاوب السؤال قبل كل شيء بحبا اكون ماشي اول باول مع الكوستشنز اوكي الان ببساطة نقطتين رأسيتين كما تعرف بس انت عارف انه فيديوهاتي صديقة للمبتدئين لهيك بحاول اسهلها على الجميع تمام اه بولت اهيرو از انليشت اوكي في عندك هون شوية انتريز اه وين رح يكونوا مخبين الباسورد اي سوبوسس اوكي هذا مسج من الاي تي دي بارتمنت ولكنه ظاهر في الموقع احنا الان ما نقوم بعملية اختبار اختلاق لموقع لسه تحت التجهيز فالاي تي دي بارتمنت بالعادي بتركوا لبعض نوتس في هاي الاماكن على العلن وهذا خطأ كامل يعني هذا الكلام كان يصير ما بين 2006 ل 2012 بس بعدها اختفى وصار في عليه عقوبات فالباسورد بولت ادمن 123 خلينا نكتب باس بولت ادمن ويوزر خلينا نشوف ايش اليوزر نيم في عنا كمان سؤال اخر يوزر نيم اس بولت جميل جدا اوكي خلينا نتايب هاي المعلومات تمام الان طبعا خليني اضيف هاي المعلومات ما في غلط بولت وبولت ادمن 123 كتبتها بشكل صحيح جميل جدا تمام الان بدي ادور على الوغن بيج تبعت بولت فخلينا نستعين بجوجل بولت لوغن بيج باث او دير يعني ما في اي مشكلة اوكي بس سلاش بولت بضيف تمام جميل جدا تهليني نشوف مع بعض هلوصلني للمكان المنشود يا عزيزي انا اعتقد هاي الماشين ما رح تاخد معنا وقت طويل تمام الباسورد بولت عفون ليش بظل احكي بولت من بولت ادمن 123 وبلت بهذا الشكل don't save سكسسفلي او لا لا يا عزيزي سكسسفلي اعتقد كونوا مدين على الداشبورد شوف يا عزيزي في احد البديهيات اللي ذكرها اسلافنا القدماء في موضوع البنتريشين تستينج اي لوج ام بيج بتتخطاها وبتدخلها في اي نظام سي ام اس بعيدا عن الانظمة الاخرى انت قادر تنسي بوضعها. ترفع بايلوت بشكل يدوي هذا الكلام بديهي مفروض انت عرفته من السلسلة ومفروض انت ايضا تعرفه كمختبر اختلاق فكر اول شيء دايما برفع بايلوت احيانا الماشين يعني انت طبعا هذا الكلام في الشكل الواقعي احيانا في الماشينز بكون مطلوب منك ترفعه بشكل مختلف. الان عنا سؤال اللي هو ايش الاصدار طبعا خلينا نحكي الوب ابليكيشن اللي هو بولت بولت ثري سفن ون اوكي فهذا هو السؤال جميل ما في اي مشكلة بولت ثري بوينت سفن بوينت ون كوركت في اكس بلاي تيشن موجود عندنا فخلينا نكتب نستعين في جوجل بولت سي ام اس اكس بلويت ليبي بهذا الشكل حلو لنفس الصيغة او المكان يعني اقل منه بس بدرجة بس اعتقد انه بشتغل عليه خلينا نشوف مع بعض ونستعين ايضا يا عزيزي الصغير بعزيزي العظيم تمام لا ما اعتقد انه احنا فتحنا اه اوكي اختفت التروني اللي السابقة بس ما الها داعي سيرش سيبلويت بولت سي ام اس خلينا نشوف اوكي نفس الريموت كود اكسيكيوشن جميل جدا وهذه معلوماتها اوكي هذه معلوماتها ايضا في عندك ال اي دي بي اي دي خلينا نتأكد من الموقع تراي هاك مي كونه مريحنا ايش رقمها فهل هذا هو كوركت انسر هو اي بالضبط الان عيش حياتك مع ميتا سيبلويت ونفذ الثغرة باستخدامه ام اس اف كونسول اشتغلي ما في اي مشاكل في عندنا فلاق اوكي خلي هاي الامور تكون جاهزة الموضوع بسيط رح تقولي استاذ سيف وين رح تكون المسابقة رح اقول لك اكيد مش بها ذا اللاب ما رح اسهل عليك الدنيا فصبرك شوي الان مندور لك على المسابقة معنا تمام المسابقة اليوم رح تكون اصعب شوي اي بعض معلوماتها طبعا ماشي عن طريق بايثون وانا قلتلك انا بحب الموضوع بتم بشكل يدوي ولكن انا مطلوب مني اني استخدم ميتاسيبلويت فراح نخلي ميتاسيبلويت تقوم بالشغل النا ميتاسيبلويت شو صار معك اوكي الامور طيبة بس بستنى انا اتحمل لي الكوماند شل ونفذ الاوامر ميتاسيبلويت زمان كنت عشقها واشوفها شيء ضخم ولكن الان صارت شيء بسيط يعني هي مجرد اداة بتريحك اذا كنت ليزي الافضل دائم انك تشتغل بشكل مانوال اوكي سيرش بولت بحث على ميتاسيبلويت اصعب شوي هاي هي الثغرة 2020 جديدة نوعا ما 3.7.0 خلينا ناخذ الباث كامل تبحها عن ميتاسيبلويت رجع لي الى تراي هاك بي واكيد هي الكورركت جميل جدا نكمل في ميتاسيبلويت كما تعودنا دائما نكبر لك شوي نيوز خلينا نستخدمها جميل اوبشنزي عزيزي يوزر يوزر نيم اللي هو بولت وست لل باسورد واللي هو بولت بتناش نغلط فيها عشان ما نضيع وقت بولت آدمين 1 2 3 اوكي بهذا الشكل امورنا طيبة ست crv host واللي هو الماشين ip copy اوكي الان بقدر عمل الان بقدر عمل exploit 0.0.0.0.0 ومثل ما كان ونعمل set لل rhost بهذا الشكل واللي هو ip المشين. اوكي. الان بقدر اعمل اكس بلويت. جميل جدا. اعتقد انه يبلغ الشيبات البايلود. على هذا البروميتر. جميل جدا. واشتغلت معنا. مباشرة بتوصلك لصلاحيات الروت. في عين المشين الحمد لله لا حاجة لموضوع فخلينا ندخل للهوم. شو في عندنا في الهوم. اوكي كات للفلاق. تي اكس تي. هاي هي الفلاق. انتهينا من العملية بكل البساطة. تعال. تعال ندور لك الان على مصابقة. راح تقول لي ساف ساف انت مش مجهز لنا ماشيين من قبل باقول لك لا. انا دخلت ونويت اعمل لكم مصابقة. نشوف هذا اليوزر ايش حلابات. ومن حظك. انا راح اختار لاب بس لازم الشروط يكون فري. ما راح اختار لك لاب يتطلب منك. خلينا نشوف مستر روبوت. مستر روبوت انا حليته موجود ومنتشر. كثير بصراحة سهل. فلا ما بديه. خلينا نشوف غيره. الشرط انه لا بيكون مجاني لانك مش مطلوب منك تشترك. تعال. ركز معي يا صديقي. كل مرة تعملوا نفس المشكلة. في اشخاص دائما بسبقوا الفائز. بس اوكي صار مدفوعة. في اشخاص دائما بسبقوا الفائز بس ما بيكونوا نفذوا شروط المصابقة. ببعتوا لي الحل بشكل مكتوب او فيديو دقيقتين. هذا الكلام غلط يا اصدقائي. ما ما بهمنا ما بدنا اياه. تمام? افهمني يا صديقي. انا اللي بدي اياه منك تصور لي فيديو كامل زي اللي انا عملته الان. بشرح كامل للمبتديين. كيف حليت اللاب? بتحلو كامل مع إذا انطلبت منك. ما تقول ليش انه بده اشتراك. جميل جدا. من حظك انه الله بقى جسي ايزي. فالان. موضوعك سهل. بتكمله كامل. انا شرحته عفكرة مسبقا. تمام? تصور لي فيديو كامل. لا تستعجل. انت الاول ان شاء الله اذا شاهدت الفيديو ع طول وبلشت تطبق. انا حلو من قبل هيك. بس بديك تحلو كامل. انا اصدر لما حلت كنت عامل مسابقة ايامها. ويمكن ما حدش حلها. فانتو اللي بتحاولوا تاخذوا مني دورات مجانية. نفذ الشروط. اتعبوا شوي. مش تجيني بحل تافه كأنك ما اخذوا من جوجل. وبس اقول لك لا مش هاي هي الشروط تقول لي طب انا تعبت. طب انت تعبت. بس هاي مسابقة صديقي. انت بتكتحصل دورات بقيمة الف وخمسمائة دولار مجانا بدون ما تتعب ايضا. فانت معناته اصلا مش راح تكمل فيهم. انا لا دائما بحط شرط في تعب. عشان دورات الاولى يخذها شخص راح يستفيد منها. وليس يخذها شخص يعني انا اسف هالكلمة تافه وكسول يخذها ويخليها عنده خلص. وما يكمل في الدورة ويظل عنده نوع من انواع الانكار واللوم المقرف. عند الاشخاص الكسولين. فلا تاخذوني على الكلام اللي قلته في النهاية. ولكن هو الواقع. كان معكم سيف مخارزة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. وبالتوفيق للجميع. مع السلامة. اشتركوا في القناة